اشتركوا في القناة 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 وده اسلوب غلط بالمناسبة احنا كنا بنقوله ايه في اول الحلقة انني لعب مهمه ازاي ملعبش لكن برده انا بقول لك ما اتطبطبش ما ينفعش اتطبطب عني ونديله شرط الكيادة موضوع شرط الكيادة ده بقى بصراحة بقى حاجة غريبة قوي يعني بحاجة ايه خلاص استقر على حاجة من الاول انت قلت خلاص هنمشيها بالاقدمية يبقى بالاقدمية من الاول عايز تديها الصلاح اديها الصلاح بس يبقى قرار واحد بقى فموضوع غريب فهنشوف موضوع الترضيه ده فعلا هيحصل ولا لا والكلام طبعا على عهدة الوطن سبورت خليها كمان نروح ليه يلا كورا واحسابه من رسمي على تويتر واللي بيتكلمه عن تصريحات للاعب جزر الكمر واللي قال نتنافس ومثلنا مثل مصر تأهلنا الامة افريقية ونعمل على احتلال كمة المجموعة ونستهدف الفوز امام مصر فده هيخلينا في مكان افضل في القرعة فطبعا الناس عندهم دوافعوا وعندهم عنويات مرتفعة بعد التأهل بشكل رسمي وحلم السعادة في دولة جزر الكمر فبالتالي هنشوف مباراة اكيد قوية طيب خلينا كمان نروح لحساب الاهرام على تويتر واللي قالوا ايه قالوا موعيد ارسال قوائم المنتخب الاولمبيا الاولية والنهائية للمشاركة في اولمبياد توكيو شتان الفارق ما بين المنتخب الاول والمنتخب الاول في الاداء في الشكل في كل حاجة بصراحة كل العوامل متوفرة سواء هنا او هنا بس هنا بنشوف اداء سيء وهنا بنشوف اداء جاية لما بيلعب المنتخب الاولمبي بنشوف بطولة زي بتوية افريقيا اللي حالة منتخب الاولمبي بنشوف جهاز فاني بيشتغل في وقت الاجازات فعلا فعلا بيشتغل فدي جزئية من ضمن الجزئيات قالك ايه من مقرر ان تقام دورة الععاب المنبية في اليابان السفل المقبل زي ما احنا عارفين بعد ما تأجلت خلاص بسبب كورونا من الاول والفترة هتكون من 23 يوليو لحد 8 اغسطس كابتن شوقي غريب هيرسل قايمة اولية بتتكون من 50 لاعب ده هيرسله امتى يوم 15 مايو المقبل عشان يصفي ال 50 لاعب دول 22 بعد كده بس لازم ال 22 هيختارهم يكونوا من 50 اللي هي قايمة مبدئية اللي هو بعتها وتفاصيل اكيد مهمة في الجزئية دي الكلام هيكون على العناصر الكبيرة اللي ممكن تنضم المنتخب العارفين يسمح المنتخب الولمبي ان هو يستعين ب 3 عناصر من الكبار صلاح رقم واحد بإذن الله ليفر بول توفق وممكن نشوف بعد كده اكيد ممكن الشناوي يكون موجود رغم برضو ان في بعض العناصر في مركز هيرسل مرمى المنتخب الولمبي موجودين في الدورة بيقدوا بشكل جيد لكن رقم واحد في اصراك يا جماعة بصراحة محمد الشناوي لكن طبعا مطلق الحرية الكابتن شوقي غريب اللي بيشتغل بشكل جيد جدا مع المنتخب الولمبي طيب دي كانت بعض الاخبار اللي بتتعلق بالجانب المحلي وبالتحديد بمنتخبنا الوطني الاول هو المنتخب الولمبي هروح لفاصل بعد الفاصل هنرجع نكمل ونشوف السعيد العالمي واخبار ايه النهاردة يلا بينا اشتركوا في القناة